في الوقت الذي تتحدث فيه الجهات المعنية عن تهالك أربطة سرية محمد القاسم كونه لا يتحمل أوزانا زائدة نجد اليوم هذه الكتل الكونكريتية التي تفصل بين جانبي الطريق لا تشاهد مثلها إلا في الطرق الدولية خارج المدن حيث فوج أصحاب المركبات بوضع هذه الفواصل الكونكريتية في هذا الطريق ليتحمل عبءا آخر وثقلا على فواصل الجسور المتهالكة والتي لم تمر على صيانتها سنة واحدة طبعا يسوي حوادث لأنها بالأساس لا يصبح صبات على الجسر هو جسر معلق شو يصبح صبات كل جغلات هذا الإجراء فهذا السيادة الموجودة هسه شوفه بمادة براغي يتمدد بالحوادث يتمدد ويرجع هاي صبات كتلة الواحد الذي ندعم بها التشققات والحفر لا تزال تنتشر في طريق محمد القاسم الذي يشكو من ضعف عمليات الصيانة على الرغم من أهميته الكبيرة فضلا عن عدم توفر الأضاءة على طول الطريق مما يجعله غير آمن من ناحية الحوادث المرورية كصيانة نامي الرد لصيانة لأن عندك مطبات أول ما تعبر الجسر مع الملعب الشعب مع الزيونة ذنبين مطبات الحرام بالهم الدنيا حارة عنده بين كل أسبوع والثانى تكسيم عنده بالتائر بين مطبات عالية السريع حتى لو احنا بس يرقعونا ترقع مرة يدين تبليط همي مش السيار يعني السماك والسيارات يعني حل طاحن من وراء السريع محمد القاسم من بغداد رويد احمد السومرية